ولزلك يقول له ايه تعال يا عم اديوا حتة من سيناء عشان نعمل ايه نوسع كده شوية للفلسطينيين بس مش هنديهم دولة هنعمل منطقة ومنطقة كتسادي تعرف الراجل بيقول لك ايه صحي يا منطقة اهل منطقة هتتعامل الان اكد ويبقى في ممر كده ما بين السعودية وسيناء وغزة والاردن واللي عاوز يروح يهنكر يهنكر في مصر على رأي محمد دين سلمان اللي كده مش انا وننبوسط ونزبط الدانية ونعمل للفلسطينيين مطاربة تحت الاشراف المصري ونوسع لهم شوية سمك عشان اه شوية شواطع عشان شوية سمك بس ينسوا القضايا ده الكلام اللي قالوا مين كوشنر وآ جيسون جرينليت وديفد فريدمان في مقال مشترك النهاردة كتبوا مقال من مباري حظون عن انه احنا مستعدين يساعد اهو اهو نقول لك ايه في مقال مشترك اه كوشنر بيلوم حماس اه على على مأساة الفلسطينيين واللي جرالهم وبس بيقول يعني ممكن تساعدونا وانساعدكم ده كوشنر ولو ما ساعدتناش هنطلع عينيكم اخذ ده لك انت ولي مش هساعدنا هنبهدلو وحماس هي السبب وكره اسرائيل ليه ده كل العرب بيحبوها ده الراجل بيقول وكلهم متعاونين معاها وكلهم معترفين بيها ما تتنيله ده مين ده كوشنر الراجل بيبيع البيعة بتاعته وعفة التحسيس يقول لك وما له يا خوية ما نعمل بدلا هيجي لنا قرشين من هنا ومن هنا بس هو نسي ان هو قد الف كيلو متر لمين لمحمد بن سلمان معرفناش لايه اه تالت الف دول هيكونوا جزء من المشروع ايه اسمه نيوم بتاعه ده نيوم نقوم ننام اي حاجة هتعمل ايه يا معلم هنعمل بقى جسر كده والاكل والتبادل التجاري والمصانع تعدي كده تنتج من تل قبيب وتعدي عالارض ونتدخل عليك السعودية وتاكل احلى اكل اسرائيل يا ولا هيجي لك اكل اسرائيل عنب تقود عدي برضو تركب الطيارة كده ولا الجسر وتعدي بقى تخش جوه اسرائيل تهنكر سبت وحد ولا خميس وجمعة عندهم السبت اجازة يبقى خميس وجمعة ونرجح تالي الاجازة بتاع زمان خميس وجمعة وش جمعة وسابت وتهيس وتزبط نفسك الله ونعيش بقى كده في ود وسلام امال ايه احسن القديم الفلسطية دي حاجة وحشة قوي طب وكده هتتحل مشاكلة لا مش هتتحل مشاكلة ولو اتعاملت الف منطقة والف الف مشروع في هذه المناطق الجنورات هيكلوه